بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بإذن الله نستكمل مع بعض إن شاء الله مقرر الإحصان التطبيقي بعد أن تهينا من استعراض بعض أهم المفاهيم الأساسية في موضوع الاحتمالات إن شاء الله نبتدي مع بعض الوحدة الثانية التي تحدث عن المتغيرات العشوائية وتوزيعاتها الاحتمالية random variables and probability distributions زي ما قلنا في المقدمة أن المتغيرات العشوائية هي عبارة عن قيم عددية بتنتج عن تجربة عشوائية وهذه التجربة العشوائية نكون عارفين جميع النتائج هذه التجربة إلا أننا لا نعرف أي من هذه النتائج سوف تتحقق هذه النتائج تسمى متغيرات عشوائية إذن المتغير العشوائية أو random variable هو المقدار الذي يأخذ قيم عددية مختلفة تعبر عن نتائج التجربة العشوائية ومثلا عند إلقاء زهرة نرد مرة واحدة قلنا أن التجربة العشوائية ونتائجها هنا ستكون ظهور رقم من الأرقام الستة التي تظهر على الأوجه السداسية لزهرة النرد المتغيرات العشوائية تنقسم إلى قسمين رئيسيين المتغير العشوائي المنفصل أو المتقطع المتغير العشوائي المستمر أو المتصل بالطبع هذه المتغيرات هي التي تهمنا في منهج الإحصاء التطبيقي التي تنتمي للفرع الأكبر ألا وهو المتغير الكمي لأنه تم في هذا الجزء بالمتغيرات الوصفية الفرع الثاني من المتغيرات إذن المتغيرات العشوائية الكمية تنقسم إلى متغير عشوائي منفصل أو متقطع متغير عشوائي مستمر وأحيانا نطلق عليه بالمتغير العشوائي المتصل المتغير العشوائي المنفصل هو عبارة عن متغير يأخذ قيم تنتمي إلى مجموعة محدودة أو معدودة حتى ولو لم تكن هذه القيم قيما صحيحة بمعنى أن المتغير العشوائي المنفصل يأخذ قيما مثل 1, 2, 3 طيب مش ممكن يأخذ قيما كسرية لا ممكن إلا أني ممكن أعد هذه القيم يعني المتغير العشوائي ممكن يأخذ القيم نصف، ربع، تلت، وهكذا من الأمثلة على هذا المتغير المنفصل عدد الأسهم المخصصة للفرد في شركة مساهمة أو عدد الحوادث الشهرية على الطرق السريعة هذه قيما منفصلة أو تمثل متغير عشوائي منفصل يمكن أن نمثله بخط أعداد فنلا إن المتغير يأخذ القيمة واحد، اثنان، ثلاثة، وهكذا إلا أن الخاصية المهمة أنه ممكن أحدد أعداد أو مجموعة القيم التي يمكن أن يأخذها هذا المتغير المتغير العشوائي المستمر أو المتصل هو متغير عشوائي يأخذ جميع القيم سواء كانت صحيحة أو كسرية في مدى تغيره لو كان ينتمي إلى مجموعة غير محدودة أو غير معدودة من الأمثلة على هذه أسعار المنتجات المختلفة فنقول مثلا إنه في هايبر ماركت مثلا أسعار المنتجات المتوفرة في هذا الماركت أو في هذا السوق من واحد ريال حتى ألف ريال فنلا إن هذا المتغير يأخذ جميع القيم وإحنا في هذه أو خلال هذه الفترة هنجد بعض المنتجات أسعارها واحد ونص أسعارها تلاتة وربع أسعارها تلاتة خمسة وتسعين وهكذا أي سنجد قيما غير محدودة في المدى من واحد إلى ألف المثال الثاني أجور العمال بأحدى الشركات هنجد أنه أجور العمال بتتفاوت ممكن بالهللة وبالريال وبالمئة ريال وبالعشر ريال وهكذا ومن الصعب إحصاء أو عد القيم من أقل أجر للعامل حتى أعلى أجر لهؤلاء العمال بأحدى الشركات المتغيرات العشوائية وتوزيعاتها الاحتمالية هننتقل إلى التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المتغير العشوائي وتوزيعه الاحتمالي بيكون عبارة عن دالة توضح احتمالات معينة لقيم المتغير العشوائي المختلفة هذه الدالة بيعبر عنها بجدول أو صيغة رياضية تبين قيم هذا المتغير والاحتماليات المقابلة لها أي أن كل قيمة من قيم المتغير سيكون لها احتمال مقابل فمثلا عند إلقاء ظهر النرد أو ظهر الطاولة نجد أن نتائج التجربة ستكون كما قلنا مسبقا 1 2 3 4 5 إذا كانت ظهرة النرد هذه متزنة فسنجد النتائج 1 على 6 1 على 6 1 على 6 وهكذا أما إن كانت ظهرة النرد غير متزنة سنجد النتائج مختلفة التوزيعات الاحتمالية زي ما قلنا بتنقسم إلى نوعين أساسيين توزيعات احتمالية منفصلة توزيعات احتمالية متصلة تبقى للمتغيرات التي تمثلها فإذا كان عندي متغير عشوائي منفصل يأخذ القيم x1 x2 xn ولاحظ معايا أن المتغير العشوائي يأخذ capital letter أو حرف كبير بينما قيم هذا المتغير تأخذ حروف صغيرة أو small letters ولكل قيمة احتمالات معينة الاحتمالات خاصة بالقيم وليست خاصة بالمتغير فنجد أن القيمة الاولى هي احتمال أو probability of x1 بينما القيمة الثانية هي probability of x2 probability of x1 أو احتمال القيمة xn فيقال أن المتغير العشوائي x يتبع توزيعا احتماليا منفصلا إذا تحققت الشروط التالي إم تقول على المتغير أنه هو يتبع لتوزيع احتمالي منفصل إذا كان هذا المتغير لكل قيمة من قيم المتغير x لها احتمال هذا الاحتمال أكبر من أو يساوي صفر ممكن يساوي الصفر ممكن يساوي الصفر إذا كانت القيمة لا تقع داخل مدى هذا المتغير الشرط الثاني كي نقول أن المتغير يتبع توزيعا احتماليا منفصلا هو أن يكون مجموع هذه الاحتمالات مساويا للواحد الصحيح شكرا